ازايك يا شباب النهاردة نكمل مع بعض اكميراتي في اجزام يونت 2 تسال استركشور ان فانكشن وهاشرح الاسئلة اللي هتكون محتاجة شرح مش هاشرح الاسئلة المباشرة يبقى هي all the previous الليفينج ارجانزم الواحد السلز بتاعته كلها طبعا مختلفة عن بعض في كل الحاجات دي number 2 scanning electron microscope helps us to scanning electron microscope the type in electron microscope can بيشوف ال cell ultra structure ما بيشوفش ال internal structure of the cell type to see the inside of the sample لا to see the atoms of the sample الاتمز دي حاجة قوة جدا برضو مش هينفع يشوفها بال scanning electron microscope to see the texture of the sample تمشي the texture مش to see the electrons برضو الالكترونز دي جوا خالص inside دي يعني كان لازم يعني يبين لنا ان هي جوا قوي برضو يعني ممكن inside دي حد يشك فيها ويعملها صح فاحنا هنقول زي كتاب to see the texture of the sample عشان inside دي معناها جوا number 3 the opposite diagram shows some liver cells as they appear under the microscope how many cell wall can be seen انا قلت اول ما يجيب لنا رسمة cells كده tissue نفكر احنا في الانيمال ولا في البلانت ده اول سؤالي على بالنا في الانيمال يبقى عندنا ابيثيليال موسكولر نيرفوس و مفيش غيره فما يجيش بقى في بالك اللي هو الحاجات التانية بتاعت البلانت اللي هي البارينكيما وكلينكيما واسكالرينكيما والزايلم والفلايم خلاص رحنا للانيمال نشوف هو بيسأل على ايه هو بيسأل على سل وال طيب هو في سل وال في الانيمال لا يبقى زيره نمبر فور ذا إذنه هو بيسأل على ايه وده سؤال واضح ومباشر نيوكليس وبين حتى في الصورة اللي قبلها نمبر فايف سنتريول كونسسسس افاق ميكروتبول 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 وده سؤال مباشر بردو مش محتاج شرح قوشن نمبر سكس ده ليسسسومة الباضيز دايجسط 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 وده حفزنها من من الدرس بتاع الليسوسومز طيب هي الليسوسومة الباضي ما فهاش هورومونز ألكالين سابستنس مش بردو ما فهاش هي فيها دايجسط دايجسط إنزيمز واحنا عارفين ان الانزيم وركين دي توم ميديم الأكالين وأسادك علشان هو بروتين سابستانس طبعا كلهم باين عليهم بلانت ده سؤال مباشر ورده A سل B تشو C organ وD the whole plant 8 what are features of xylem vessels what are the features of xylem vessels xylem يعمل ايه بيعمل absorption ولا بيعمل conduction ولا بيعمل photothentesis ولا بيعمل support طيب في حاجاتها photothentesis ما بتعملش في xylem لان xylem ده ولو فيصل مفوش chloroplast xylem ما بيعملش absorption اللي بيعمل absorption هو root hair absorb water وتوصلها لل xylem xylem بيعمل transporting little water and mineral salts يعني بيعمل conduction وبيعمل طبعا supporting لانه هو فيه لغنين lignified بيعمل supporting or give the plant the shape يبقى c conduction و supporting question number 9 there is a sample plant tissue is a simple plant tissue whose cells are thickened by lignine طيب البرينكيما مفهاش thickness اصلا الكلينكيما فيها cellulose الكلورينكيما دي واخد نهاش ودي سكلرينكيما فيها cellulose و lignine يبقى هي سكلرينكيما question number 10 the intercalated discs are found in a muscles cardiac muscle وده question مباشر برضو نيجي بقى ال questions بتاعت الشرح ودي إجابتها هتلاقوها في الإجابات واضحة فاحنا هنشوف السؤال اللي محتاج فعلا ونشرح ونقوله there is a relationship between the cell shape and its function how far this statement is correct دي correct طبعا with explanation احنا في اول درس خالص في اليونت كان جايب لك النيرف سل وبيقول لك ان هي lung to deliver the nerve impulse from the brain to the organs and vice versa وجايب لك المسكولر سل وبيقول لك ان هي cylindrical وألونجات to allow contraction and relaxation and help the body to move question number 12 give reason for it's not preferred to add stains to the specimen of living organisms when examining them احنا عرفين ان ده بردو سؤال مباشر يعني ان الستين لها disadvantage ان هي kill the living specimen it's not preferred to be added to the living organism question number 13 calculate the magnifying power of the objective lens if you know that the magnifying power of the microscope equals 600x and the magnifying power of the eye piece equal 15x ال eye piece 15 والميكروسكوب كله 600 يبقى الوبجكتف لنس كام كان عندنا رول بيقول ان الميكروسكوب magnifying power equal ال eye piece multiplied by الوبجكتف لنس فيبقى نعكس الرول يبقى 600x15 يطلع لنا ال number question number 14 show the relationship between the nucleus and the protein ده question كويس عشان مش موجود في الكتاب يعني فده المفروض الواحد يجاوبه من كل المذاكره النوكليس فيها dna when the cell need the protein dna transcribe the rna or rna is transcribed from the dna were released outside the nucleus الريبوسوم يجي يعمل rna يعني يعمل protein senses from rna كده احنا وصلنا البروتين كمان النوكليس فيها نوكليولس نوكليولس دي فيها type من ال rna بيعمل البروتين على طول فالquestion ده مجمع كل اللي احنا اخدناه يعني عن البروتين question number 15 lysosomes have an immunization role in the body immunization اللي هو جهاز المناعة ده فالليسوسومز فيها digestive enzymes which attack pathogens or microbes زي اللي في ال white blood cells نوكليولس question number 16 what happens if the parenchyma tissue doesn't contain vacuole it will not store starch or the plant will not store starch وكمان ال vacuole store the waste until they get rid of the body فهنكتب اللي اتنين دو question number 17 from the opposite figure what does the figure represent the nervous cell or neuron this figure plays an important role in regulating the different activities of the body organs explain هنقول ان هي nerve cell it is the building unit of nervous system اه it acts on delivering the nerve messages from the organs to the brain or spinal cord and vice versa او تقول له and from the spinal cord اه and the brain to the effective organs كده نبقى خلصنا accumulative exam وهو ما كانش فيه اسئلة كتير صعبة يعني بس انا حلته عشان الناس طلبته